ملف المختطفين والمخفيين في سجون ميليشيا الحوثي أحد أكثر الملفات العالقة منذ بداية الإنقلاب والأكثر طرحاً على طاولة المشاورات الملف الذي استغلته ميليشيا الحوثي وسط تجاهل للمبعوثين الأمميين المتعاقبين إلى اليمن ومعهم الحكومة الشرعية التي لم تعر هذا الملف الاهتمام والمتابعة هذا الملف ما يزال مفتوحاً في أيدي رابطة أمهات المختطفين ومغلقاً في دوالب المشاورات السابقة والأمم المتحدة في تطور جديد يواجه عدد من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الموت جراء تدهو رحالتهم الصحية وحرمانهم من الرعاية هذه التطورات جعلت رابطة أمهات المختطفين تطلق نداءاتها إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل ونقل المختطفين القابعين في السجن المركزي بصنعاء لتلقي العلاج وسط إهمال متعمد من قبل ميليشيا الحوثي ومنع أهاليهم من زيارتهم وإيصال الأدوية لهم العشرات منهم خرجوا وقد فقدوا القدرة على الحركة والرؤية جراء التعذيب الذي تنتهجه الميليشيا بحق المعتقلين في سجونها نداءات مستمرة تطلقها أمهات المختطفين بشأن أبنائهن المخفيين خلف قضان سجون ميليشيا الحوثي لكنها لا تجد طريقها إلى أسماع الأمم المتحدة لتظل عالقة في دائرة الوقفات والبيانات التي تصدرها بشكل مستمر وبين النداءات المستمرة لأمهات المختطفين وإشاحة الأمم المتحدة بوجهها يقف المختطفون في انتظار إطلاق سراحهم أو الموت خلف القضان اشتركوا في القناة